اشتركوا في القناة 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 حتى من يكون حسابه حتى حقيقة نقدر نعرف على المدربين وعلى واقعهم الحقيقي بالعمل التدريبي هل هم ناجحين او غير ناجحين فهذه ما قاعدة تصير حقيقة بالعراق قابت ان اسألك عن المنتخب الوطني المشاركة في كأس الخليج والحوز بالبطولة هل كأس الخليج معيار حقيقي لتقييم اداء المنتخب الوطني لا بالتأكيد يعني انت مثل ما تعرف قابت ان احنا اليوم كنا نبني على منتخب يعني الجديد اني اشارك يعني في بطولة آسيا او في الصعود الى تصفيات كاس العالم فانا اعتقد يعني بطولة الخليج اولا يعني الاستفادة هي كانت من الناحية الفنية واعطينا رسالة لزملانا بالخليج وللعالم والاتعاد الاسيوي بان العراق يعشق ويحب كرة القدم كما تحبوها البرازيل وهذا خير دليل يعني انطينا على كرم غيافة لكل اشقانا وكل العرب ورئيس الاتحاد الدولي برفع الحضر يعني عن المفروض يعني على العراق ويلعب العراق في ارضها وبين جمهورها وهذا خير دليل انت شفتوا كل المباراة اللي كانت على ملعب نخيل البصرة كانت مقبطة مليئة واضافة الى الجمهور الفاغ اللي يشاهد المباراة عبر شاشات التلفاز هذا جانب جانب الاخر يعني حقيقة احنا كالمنتخبات ما استفادتين منها كمنتخبات يعني منتخباتها الاولى الاغلبية يجوا يعني بالصفوف الثانية لكن احنا ردنا فسحة من العمل المدرب كاساس ان يشاهد بطولة الخليج ويشاهد الدوري والان حتى يقدر هو يختارن كمية من اللاعبين وبعدها يصفيننا النوعية اللي يقدر يشارك بها في بطولة آسيا وتصفيات كاس العالم حتى يكون لديه استقرار الكافي والكامل هذا ما نتمنى له في المستقبل القادم رأيك بالمباراة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام روسيا وأيضا أريد أخذ رأيك بخصوص قائمة المنتخب والاستدعاءات الأخيرة لكاساس والله صاد حسام يعني احنا كنا فريحين جدا بتواجد المدرب كاساس لمتابعة الدوري والكادر مالا اللي يعني يشاهد اللاعبين المحترفين المختاربين هم مهما يكون التسمية مالتهم هم أبناء العراق فشفنا يعني بالفترة الأخيرة سمعنا تصريح للنائب الثاني لرئيس الاتحاد بأن المدرب كان غير راغب بهذه المباراة فكيف تجبر أنت على مباراة هو أساسا المدرب يعني غير راغب بهذه المباراة أنا أعتقد يعني هذا يكون التدخل غير واقعي أما يكون ضعف مع احترامي واحتزازي وهذا رأي لربهما يكون صح ولربهما يكون خطأ إذا المدرب يعني يكون ضعيف فأنا أعتقد يتقبل الإملاءات وإذا كان يعني مدرب صلب وقوي الإرادة أنا أعتقد يعني يرفض أي مباراة وغير مقتنع فيها طيب كابتن فيصل نحن اليوم شفنا انتقادات واسعة بخصوص الاستدعاءات الأخيرة للمنتخب الوطني البعض أشكل على عودة البعض من اللاعبين اللي تم تجربهم بفترة سابقة وما قدموا ولا أضافة حسب الدعاء بعض الجمهور رأيك بهذا الشيء وهل اليوم هناك أسماء ظلمت بعدم تواجدها بالمنتخب الوطني كابتن يعني حقيقة حسام إحنا داردنا نتكلم بهذا الجانب إحنا كيف يعني أبعدنا قسم من اللاعبين المميزين اللي مثلوا المنتخبات يعني على فترة يعني خلنا نقول مميزة لكن ما ما سر إبعادهم بهذه الفترة وكيف عودتهم إحنا لماذا جبنا هذا المذر بكاساس وكادره التدريبي لمشاهدة الدوري والإطلاع على البطولات فإذا كانوا اللاعبين ذول يعني اللي مميزين وابتعاتهم في هذه الفترة لماذا لا تمت الدعوة لهم مثلا في المشاركة في بطولة الخريج ولما تم مشاركتهم في المباراة الودية يعني كيف في هذا الوقت فأيضا أنا يعني حسب وجهة نظري واحتقادي أكو تدخلات أكو أضغط على المدرب لاستقطاب اللاعبين في الوقت اللي إحنا كنا نتمنى من هذا المدرب أن يشاهد الدوري ومشاهدته للدوري وهو من يقسب ويصحب اللاعبين لكي يكونوا تحت أنظاره حتى نعرف كيف ذول اللاعبين سيطبقون أفكار هذا المدرب والاستقرار مطلوب بالأخص للاعبين المنتخبات الوطنية لأن حقيقة إحنا ما عدنا منتخب بحق التجارب عدنا دوري وعدنا فكر عالي بالنسبة للمدرب اللي يستخدم لسقل مواهب هاي اللاعبين وإرادة الإسلوب الذي يرتديه ويلعب به وينقل المعلومة الكافية لتعليمات اللاعبين بالحالة الانضباطية على إسلوب الذي يراه مناسب للمنتخبات الوطنية طيب كابتن ممكن تذكر لي بعض الأسماء اللي حضرتك تشوف ظلمت أو تستعق التواجد بالمنتخب الوطني والله كابتن حقيقة إذا أردنا نتكلم إحنا عدنا كثير من اللاعبين الموهوبين اللي موجودين في الدورة العراقية لكن الرؤية الحقيقية هي تبقى لصاحب الاختيار فمن اللي صاحب الاختيار يعني ممكن أنا أحب لاعب ممكن أنت تحب لاعب ممكن الآخرين يحبوا اللاعب أو الشرطة يحب لاعبين الشرطة بالجوية يحب القرار صائب للمدرب اللي يخدم الكرة العراقية وينهض بها عالميا إحنا كيف نستطب مدرب إذا ما تكون لديه فكر عالي ورؤية واسعة على جلب اللاعبين الموهوبين لتمثيل المنتقبات الوطنية فبالتأكيد اليوم أنا إذا صرحت يعني لربما يجوز يعني أحرم واحد اثنين من اللاعبين لكن لما أكون أنا صاحب القرار فبالتأكيد القرار يكون صائب بالنسبة لجمع نقبة لاعبين 30 أو 35 لاعب والآن لدينا لاعبين يعني مختربين أو محترفين في الدوريات الأوروبية فهذا شيء يعني مفرح إذا كانوا اللاعبين أرقى مستوى من اللاعبين المحلين اللي موجودين في الدولة العراقي يضيفون نفة قوة وهذا ما نتمنى كلنا لأن هذه النتائج الصب بمصعد المنتقب العراقي واللاعبين المختربين والمحترفين أيضا هم عراقيين ومتجنسين جناسي وجوازات عراقية فنتمنى من كل لاعب مميز أن ينظم للمنتقب العراقي ومثلنا خير تمثيل رأيك باللاعبين المختربين بالشكل عام هل قدموا الأضافة ممكن أنه يقدموا الأضافة بالأيام القادمة للمنتقبات حقيقة مثل ما اتفضلت بهذا السؤال سؤال جيد لكن احنا عراقي وسجل اللاعبين المختربين حتى نقدر نوقف على مستوىهم الحقيقي يعني أنت مثل ما شفت اليوم مباراتنا مثلا مع فريق الروسي الفريق طلع خسران الفريق بدون استعدادات لأي مبارات تجريبية تأهلهم يعني أن يلعبون مبارات على مستوى عالي فكيف يعني احنا راح مثل ما بتقول يعني نقيم يعني لاعب اليوم يلعب مع الفرق الروسية وكنا احنا نعرف يعني الفرق الروسية هي من الفرق الأوروبية المتقدمة فبالتأكيد يعني ما راح يكون عليهم الاختيار أو المستوى الحقيقي بالنسبة لللاعبين من مبارات واحدة بعض الأحيان الجمهور ينتقد الكابتن فيصل عزيز ويتهم بأنه يكره اللاعبين المختربين أو يتحسس من عندهم ردك بخصوص هذا الموضوع كابتن أنا ردي مع احترامي لكل الجماهير والمحبين خلينا نترك العواطف ونبدي بالأمور الفنية اللي تخدم الرياضة بالعراق يعني هل فيصل عزيز راح يكون لاعب أما مدرب الآن أنا أصبحت يعني مدرب وليس لاعب كرة قدم فكيف مثلا يعني أنا أبتعد عن اللاعب بالعكس يعني فيصل عزيز يشجع على كل لاعب مخترب أو محترف هو عراقي يخدم الرياضة بالعراق نحن نخليه على روسنا بالعكس لكن أكو بعض ضعيفين الأنفس حقيقة اللي يتكلمون على مصالحهم الخاصة هذول ناس حقيقة لا أعتبرهم كرياضيين أولا المفروض ينظرون بنظرة أبوية أخوية على تاريخ الكابتن فيصل عزيز بما قدمه للكرة العراقية ومحليا ودربت واحترفت خارجيا وعربيا وحققت بطولات كثيرة فأنا أعتقد بعض الأخوة اللي تنظر مصالحهم من كلام الواقعي يتضررون بهذا الجانب وأحنا بالتأكيد نحسرم رأيهم وهذا رأي يعني إحنا مصاحة العراق اليوم فيصل عزيز من يغلب الفريق العراقي أنا كعراقي أعتبر نفسي كمشجع ومحب للرياضة العراقية كيف أظلم يعني لعب مميز وجيد هذا أنا باحتقادي يعني مصحيح وأتمنى يعني من أخواننا المحبين اللي خارج العراق واللي داخل العراق خلينا نترك العواطف وخلينا نبني كرة قدم بالعراق حقيقية توصلنا على مستوى العالم أو المستوى الآسيوي أو المستوى العربي وهذا خير دليل لو شاهدنا الفرق اليابانية والكورية اللي كنا يعني نفوز عليها بكل سهولة الآن أصبحنا غير قادرين على فوز بعض الفرق الذي تسيدت آسيا والآن الفريق العراقي مثلا متأخر كيفنا وفرحنا كلنا أن الأخ عدنان درجال إجل الإصلاح الرياضة في العراق ولكن الحقيقة ما لمسنا هو العكس برأيك أنه الإصحاق الإصلاح كان قدوبة بالنسبة ل عدنان درجال والله كابتن يعني حقيقة هي إذا ردنا نتكلم مثلا نقول هو رجل يعني إجل الإصلاح هو كابتن منتخب عراق هو ثورة وطنية لاعب مميز لاقت الهدف ما لأ إجه في كثير من التغييرات وكثير من يعني المهاترات مع الكثير يعني من الزملاء الآخرين وبالقرارات الإرتجالية أين أصبحنا إحنا اليوم من دور الفئات العمرية أنت اليوم تريد تبني إصلاح من أين تبدي تبدي من الفئات العمرية وتبني أساس تبني أساس صحيح وتهيئ ملاعب للعمل والتدريب هذا يعطيك يعني دور شباب وناشئين يعطيك حافز للمنتقب الأولمبي والمنتقب الأولمبي بالتأكيد راح يعطي إلى الرديف لكن يا مدرسة اللي إحنا نعتمد عليها هل هي مدرسة أجنبية هل هي مدرسة مثلا أوروبية فرنسية أمريكية أفريقية فإحنا تعرف في كرة القدم أكو أنواع مدارس متنوعة يعني حتى مثلا أنت لو شاهدت كرة القدم الفريق الدوري الإنجليزي كان اللعب ما لكل السنترشوت من العمق ومن الجوانب الآن بعد ما استقطبوا المدربين الإسبان تغيرت الصورة فبدأ اللعب يعني على اللعب الجماعي على بناء الهجمة على كيف نبني الهجمة تبني من حارس المرمى وهذا الاسلوب اللي يعني يفرض الفكر العالي بالأخص يعني على اللاعبين الذين يتأسسون بصورة صحيحة حتى تكون أفكارهم متقاربة لمصلحة الفريق وأيضا اسلوب وهضم المدرب الذي رح يعمل معه هذه الفرق هنا رح تكون عندك الإصلاح بصورة صحيحة تبني ملاعب بنى تحتية صحيحة تهيئ وسائل نقل للفئات العمرية تهيئ مشرف بصورة عامة تهيئ ملاعب جيدة هذه كلها ما موجودة يعني عندنا حقيقة احنا عندنا اهتمام بالفريق الأول وبالفريق الأولمبي أو الفريق الشباب غير ذولا ما عندنا ترى ولا نمتلك ملاعب مميزة تدربون بها الفئات العمرية فإحنا من هذا الباب يعني نقول ونتكلم بواقعنا يعني احنا نتكلم بالنقد النقد الرياضي الفني وليس بالحقيقة لأن احنا اليوم كل احنا زملاء اخوة محبين ننهض برياضة العراق كما حققنا نتائج وحققنا بطولات وحققنا الكثير بأفرحنا شعبنا اليوم من نصبح مدربين أو ناقدين للحركة الرياضية يجب علينا أن نكون نخلي الله سبحانه وتعالى أمام عيوننا ونتكلم بواقع الرياضة من قلوبنا ونتكلم بها بألسنتنا من أجل الإصلاح طيب كابتن رأيك باللاعب زيدان قبال اليوم شي يمثل لك كمواطن عراقي كمدرب عراقي كرياضة عراقي وجود لاعب في ماشيستر يناتد في دورة انجليزي والله أتشرف أنا اليوم مثل ما أتشرف بقسم من الرياضيين اللي يمثلون العرب لبلدانهم فأيضا أنا اليوم أتشرف من أشوف مثلا زيدان أتشرف من أشوف ميار أتشرف من أشوف يعني كل لاعب محترف أو مخترف يلعب في أي دوري أوروبي مثل ما أشوف محمد صلاح مثل ما أشوف لاعبين الجزائريين هذا اللاعبين المغاربة اليوم اللي فازت يعني على البرازيل هذا شي يفخرنا يعني كيف إحنا ما نفتخر بالعراقي لما يكون يلعب في أوروبا بالعكس هذا راح يمطينا في الدافع وفي الحافز كمدربين وكاحتكاك لاعبين بهم لكن المشكلة وين المشكلة باللاعبين اللي مميزين عندنا إحنا من نشوف فيتش لاعبين مميزين كيف راح ننظر لهم إذا ما نشاهدهم مثلا في كثرة المباراة حتى يكونون يعني ركيزة بالمنتخب الوطني ما يحتاج يدرب يجي يدز على هذا اختبار ويدز على ذاك اختبار ويروح على هذا اختبار لأن إحنا من نشوف اللاعبين المميزين ليمثلون العراق أحسن من اللاعبين الموجودين في الدور العراقي فهذا بالتأكيد شي مفرح لكل العراق والعراقيين وبالأخص إحنا كم مدربين قابتل أنت دربت اللاعب علي جاسم اللي برز مؤخرا مع منتخب الشباب عندما كنت مدربة لمنتخب الناشين على ما أذكر في عام 2019 أو 2012 والله حقيقة كابتن حقيقة أنا لو أريد أعيد لك اللاعبين اللي أنا دربتهم من البراهم إلى الآن أصبحوا اللاعبين يعني منتخب شباب أو منتخب ناشئين وأولمبي ومثل وأندي أنا ما أريد أتكلم وقول أنا المفروف هم كلاعبين إذا أراد يقرون على شاشة التلفاز يقولون مثلا أنا تعرف يعني أستاذ حسام دربت الفئات العمرية يعني من 2015 وشاركت بالرؤية الآسيوية وأغلب ذول اللاعبين اللي متواجدين لو أحسب لك ياهم يعني حقيقة هو هذا عملي يعني اليوم عملنا أنا من نكون يعني مدرب لأحد الفئات العمرية فيجب عليها أن نطور اللاعبين فتطوير اللاعبين هي تصب بمصلحة المنتخبات الوطنية إذا كانت على مستوى الشباب وإذا كانت على مستوى الأولمبي أو على مستوى الأندية فهذول اللاعبين اللي ذكرتهم مرتضى اللي لعب القوة الجوية وكان لعب الكارخ عبد الرزاق قعدة فيصل جاسم والله كثير يعني كثير من اللاعبين يذار يلاعب لك إياهم لكن هذا نفتخر لكن ما أريد أن أظهر على شاشات التلفاز وقول أن سويت فلان سويت فلان هذا من مصلحتي ومن عملي فأنا أتمنى أتشرف من يكون اللاعب هو يظهر على شاشة التلفاز ويفكر حزنات فيصل عزيز بما قدمه له من خدمة والزملاء الآخرين أنا أريد من عندك أنه تتنبأ بنبوء رياضية ممكن أنه الموضوع يخص لاعب ممكن حضرتك تتوقع أنه يبرز ويتكون على مفارقة طبعا مو شرط أنه يكون لاعب أي نبوء رياضية عبرتك يعني يتنبأ الآن ونشوف بل كده يتحقق في المستقبل والله أنا أتمنى يعني طبعا أنا هنية منتقب الشباب اللي يعني صعد إلى كاس العالم وشاهدت المباراة فريق الأولمبي يعني حقيقة هاي الفريقين أتمنى أن يكون لديهم الدعم الكافي والمعسكرات والمباراة التجريبية حتى نقدر نخلق منتقب يصاعدنا إلى كاس العالم فهذا يعني أمنيتي وتنبأي لهذه الشريحة وتنبأي من أخواني في الاتحاد اللي يعملون في الإصلاح أتمنى أن يهتمون بالفئات العمرية وتكون رقابة رقابة شديدة من أعضال الاتحاد بالحضور والتواجد لأن اليوم السلوكيات حقيقة قاعدة تصير عندنا فوضى كبيرة من هذا الجانب فأنا أعتقد رسالتي لكل الأخوة المدربين والعاملين في الاتحاد أن يكون الرياضة هي الحب والطاعة والاحترام نحن نشوف فقدنا الكثير من هذا الأمر والتهجم على الحكام وهذا غير صحيح إذا ما نقدر نحد من هذه الأمور حقيقة لا تتطور الرياضة عندنا في الإيران طيب كابتن أكو شخص ظلمك في فترة من الفترات تحب أنه سامحة أو يعني أرأت أيضا لو تحجينا القصة اللي صارت أو الحدث اللي صارت والله يعني حقيقة إحنا تعرف في هذا الشهر الفضيل المبارك يعني حقيقة هي صعبة واحد يعني يتكلم بها لأن إحنا اليوم حاضرنا ليس ماضينا نعم يعني رسالتي موجعة يعني حقيقة نعم فإذا أرد أتكلم بها أتمنى يعني من أخوي وزميلي وكابتني رعد حمودي اللي أبعدني من المنتخب الوطني في وقت مبكر لما كنت لعد نعم نعم أكيد يعني نتمنى أنه طبعا جمهوري ممكن ما يعرفوا بها القصة حضرتك كنت ملاعبين الكبار يعني هداف على مستوى جدا عالي معنا هذه الشرطة والله كابتن كابتن حسام يعني حقيقة أنا من حصلت مكان وحصلت على يعني هداف مع يعني كبار ونجوم اللاعبين لكن إحنا تعرف اليوم كرة القدم لكل زمان رجال نعم فذاك الوقت اللي صعب واحد يأخذ مكان بين فلاح حسن وعلي كاظم وحاسم جسام وحسين سعيد وثامر يوسف وحنون مشكور وسليم ملاك وسعد إبراهيم وملك وملك وآره وحمد صبحي وكاظ معه الله يرحم وطارق عزيز الله يرحم يعني كنا معجبين بقسم من اللاعبين واخذنا مرحلة لا تصدق يعني حقيقة يعني أنا منخذت بطولة الداف مرديكة مع نجوم يعني هادي وعلا وعادل ورعد وحسن فرحان ناظم شاكر إبراهيم علي سعد جاسم ناطق المرحوم يعني كثير من مهدي عبدالصاحب فلاح أسن وتاخذ مكانه وانت يعني لاعب شاب وجديد حقيقة يعني هذا نحسب شيء يعني كبير للفيصل عزيز لكن قلت لك الحادثة اللي بعدتني عن المنتخب حقيقة يعني بعدها كان يعني ظلم اليوم اللاعب من يوصل إلى منتخب وطني ويبتعد عن المنتخب وهو بفترة شباب أو بفترة عمره ثانيا يعني من تكون هداف على مستوى المنتخبات ثانيا لما تكون ثاني هداف بالدوري العراق حقيقة يعني كابتن شوية انظلمت بالفترة الأخيرة من الإعلام نعم نعم الإعلام الآن يبحث عن التسقيط بالرموز والنجوم بالتأكيد الجمهور الرياضي خاصة شباب ممكن تجهل الأجال السابقة وتسيء لها لا هي لربما كابتن ما مشاهد المباراة لأننا نحن تعرف الآن صار عندنا انفتاح من ناحية المواقع من ناحية الشوية من ناحية الفيس من ناحية كثرة القنوات فبالتأكيد يعني ذول ظهروا على لاعبين أمام أنظارهم اليوم يعني انت لو تشوف يعني للأمانة كم يعني الفرق اللي مسجل عليها أهداف فيصل عزيز مسجل على كوريا جنوبية مسجل على كوريا أهداف مسجل على تايلاند مسجل على سنغافورة مسجل على اليابان مسجل على البحرين مسجل على الأردن كثير يعني من تطلع بعض المباراة يعني ما يذكرون فيصل عزيز إضافة إلى مباراة الدور العراقي يعني لروا ما خلينا نقول بعض مقدمين للبرامج لا يفهمون التاريخ لكن يعني يتكلمون في قسم وقسم وهذا بالتأكيد يعني انت اليوم مثلا فيصل عزيز إذا نذكر هو حال ما حال ينذكر المرحوم أحمد راضي والكابتن حسين سعيد والكابتن فلاح حسن لكن قليلا من يذكرون مثلا علي كاظم ثامر يوسف صباح حاتم هذا أوزيفيو العراق يعني ما يعني الفرق العراقية كلها مقوض عليها فيصل عزيز يطلع معلق أحد المعلقين يعني يذكر الشباب وما يذكر فيصل عزيز لماذا لازم أكوفة شي فهذا اللي انت تفضل هذا اللي انت تفضلت به يعني قلت بعض الإعلام اللي يريد يعني يسقط الرموز الرياضية نعم كابتن فيصل أنا بالنسبة لي وصلت لنهاية الحلقة حضرتك إذا أتحب أن أتوجه أي رسالة أو كلمة للجمهور والمتابعين ففضل والله أولاً أنا أشكركم على هذا اللقاء وبهذه الأمسية الرمضانية وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العراق والعراقيين بهذا الشهر الفضيل ويرحم كل شهداء الرياضة في العراق إذا كانت على مستوى كرة القدم والرياضات الأخرى وبالأخص الحكام وكل أخواننا وأتمنى الخير والموفقية لكم على هذا اللقاء وأنا ستعيد جداً بكم وبهذا اللقاء وأتمنى من جمهورنا الرياضي العزيز أن يكون موازر للأنديا مالتا وليس يكون يعني حقبة مضرة على المدربين وعلى اللاعبين أفرحوا بلاعبيكم وأفرحوا بمدربيكم ونكون يد واحدة نصفق من أجل خدمة العراق إن شاء الله أشكرك طبعاً على تواجدك ويانا وأعزائي المشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم كان معي الكابتن فيصل عزيز لعب نادي الشرطة سابقاً ومدرب المتخبات الوطنية طيفاً عزيزاً أتمنى لكم أيام جميلة ورمضان كريم عليكم جميعاً شكراً جزيلاً حبيبي اشتركوا في القناة